نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا أول حاجة نبدأها نرحب المشتركات اللي يدخلوا معنا جدد في القناة إن شاء الله مرحبا بكم إن شاء الله تستفدوا من القناة ونشكر مشتركاتي الحلوين القدم اللي على تعليقاتكم وعلى يعني الكلام الطيب اللي دايما نقرأ إن شاء الله يا ربي يخليكم لي إن شاء الله يا حبيبات قلبي اليوم البنات جبت لكم باقتراح لطاولة الإفطار بسيطة واقتصادية نوعا ما إن شاء الله تفيدكم وإن شاء الله تعجبكم ابقوا معنا تشوفوا كامل المراحل أول طبق بديته والبنات هو طبق الشربة شربة فريق اللي دايما الجزائريين يبدأوا به يعني أنا بديت بالأطباق التقليدية بديت بالشربة فريق كما قلت لكم بدرت هنا الحم قطعته قطعة صغيرة ودرت الحمص ودرت القصبر والكرافز ودرت يعني درت الخضروات اللي هما الجزار والباتاتا والاقورجات والبصل وتوماتيش رحيتهم البنات فالروبو هكتك يعني خضورة حطيتهم داخل القدرة ديالي وحتيت توابل الكوركم فلفل العكري فلفل الكحل ودرت توابل تاع الشربة وقرفة عود كما راكم تشوفو هنا في القدرة وزدت كمية تاع الزيت يعني زوج مغارف هكتك تاع الزيت من بعد نحط القدرة ديالي فوق النار ونخليها تتقلة يعني الشربة فريك تحب التقلية يعني تنقلي وها مليح هكذا باش تعطي لنا البنا هكذا نقلي تكامل يعني الخضروات ديالي المرحيين أنا ما نحطهم مش يعني ساعات نحطهم هكذا كحبات وساعات نرحيهم في اللول يعني ما نرحيهم مش في الأخر هذه هي من بعد نقليهم مليح مليح نغطي عليه ونخليه يتقل في جهة واحدة أخرى نحضر هنا على طريقتي ويعني الطريقة الأصلية تاع البورك بالحم المفروم كما تعرفوا البورك باللحم المفروم يجي بغير بالبيت كين ليزيد له يعني الزيتون كين ليزيد له الفخوماش يعني الجبل أنا نديره غير بالبيت أنا درت هنا أحبها بصل كبيرة يعني مرحية وزدت معاها كمية تاع اللحم المفروم زدت شوية فلفل كحل ملح وشوية تاع القرفة غير شوية رشابرق ومغير فصغيرة تاع الزبدة ونقلي اللحم ديالي كيما راكم تشوفوا هنا هاد الطريقة يعني نعتمد بها بزف بزف أنا نحب هاد البورك من العائلة ديالي تحب هاد البورك هنا الشربة ديالي من بعد ما تقلت زدت في اللول نصب غير فاكبيرة تاع تماتي المصبرة من بعد النصب وحدة أخر رايح نضيفه في الأخر ماشي درك رايح نخليه يزيد يتقل شوية من بعد رايح نمرق هنا رايح نمرق بالمسخون ها كده باش من نحيلهاش يعني يعني الشربة ديالي البنة ديالها مرقت بالمسخون ونغطي عليها ونخليها تغلي بالنسبة للبورك تاني قلته يعني يتقل على نار هادية يعني اللحم ديالي ما زاله جامد نحيته من الكنجيلاتر راح يدوب شوية شوية حتي يدوب تماما هاي كده البنات يعني نخليه يتقل للمليح ويتيب من بعد راح ناخد زوج ولا ثلاث حبات تاع البيت راح نكسرهم في طبسي ها كده ويعني نخبط هادك 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 البيت نخلطه مليح من بعد نضيفه فوق اللحم ديالي من بعد ما يتيب بهذه الطريقة يعني نضيفه غير من الفوق ونغطي عليه ونخليه يتيب كما لكم تشوفو هنا من بعد نزيده كمية مليحة تاع المعدنوس ونطفي يعني الفرنو ونبدأ نكسر في البيت ديالي يعني نكسره بهذه الطريقة ماشي نرحيه ولا يعني نخلطه مليح غير نكسره بهذه الطريقة لازم يبان هادك البيت يعني بكري احنا نديروه البيت وحده نقليه والبيت عادي القليات على البيت من بعد نضيفوه فوق اللحم المفروم بالصحانة باش من ديرش بزاف المعن درتوه من فوق برك اه غطيت عليه حتى تاب من بعد نكسره بهذه الطريقة وهذا هو البوريك الاصلي تعال اللحم المفروم يعني هادي هي الطريقة الصحيحة وكاين كما قلت لكم يضيفوه زيتون كاين ليضيفوه الجبن وانتو ما يعني كل واحد وذوق ديالو وكل واحد يعني عباد ادواق بالنسبة للشربة ديالي مبعد ما غلات يعني اخدت لي غليابرك حطيت اه يعني الفريك ديالي مبعد ما غصلتو مليح ونشفتو وحطيتو داخل الشربة يطيب مع اللحم وهنا راهي بنتي داه يدير في الفلان فلان عادي يعني في باكيات تاع الفلان بليترة تاع الحليب بالنسبة للطبق الرئيسي حبي تندير تاجين زيتون بالصح بحولة جديدة اه با بالمول سيليكون كيما راكم تشوفو هنا اه يعني ادرت الطريقة هادي سبقوا درتها معكم في القناة رايح نخليلكم الرابط اسفل الفيديو اللي تحب تشوف الخليط هادا تاع الجاج يعني المرحي في الروبو مع التوابل مع المعدنوس وكامل رايح نخليلكم الرابط وتشوفو كامل التفاصيل اه هدية بالصح بدل تبرك الشكل درتو في المول سيليكون تعالي وريدات هادو باش يعطي لي الشكل بزاف راقي وفي نفس الوقت اقتصادي هذا المول خدالي نص يعني ربع صدر دجاج يعني ربع ماشي نص ربع صدر دجاج رحيتو في الروبو مع التوابل كما قلت لكم وعمرت المول سيليكون تاعي وندخلو الفرن اي تيب بالنسبة للزيتون ديالي بعد ما درتو في الماء والخل حالو كامل المولوحة ديالو درت يعني حباب صل مرحية ودرت مغرفة اه تاع الزبدة ونزيد رشة تاع الفلفل لكحل اه ونزيد شوية كوركم هذا ما كان والملح بينسور غير شوية ملح ماشي بزاف اه لانو اه الزيتون عندو كمية على الملح يعني ولت لحمية الحاش يعني صن بوغصون يعني نحضروا على الملح هذي نقلي غير زيتون غير شوية ونطفيلو اه البوراكتاعي راني نشكلوا اه بوراكت كي ما راكم تشوفو هنا عاكدا يعني هادو كامل التحضيرات المليح الواحد ينوض بكري شوية ويبدأ يوجد يعني بعقلو ميزربتش اكدا باش يجيكم يعني اليوم ماشي متعب تروحوا غير بالعقل الصغطو اللي عندها يعني تربية في الدار يعني لي ربي ماشي سهل واحد يدخل المطبخ يدير شغل اه فرمدان كي ما راكم تشوفو يعني فرمدان دايمن اه يكون شغل كتر اه نروحوا غير بالعقل بالعقل حتى نخلصو ان شاء الله اه بالنسبة للمقبلة اه احبيت ندير ليفولوفون رافقهم بالطاجين الزيتون التاعي ليفولوفون ذو البنات اه بالعجينة ليس بقدرتها معاكم في القناة العجينة المورقة هنا العجينة اه رايح نخلي لكم الرابط اسفل فيديو لما شافت شعني العجينة هادي صغطو المشتركات اللي دخلو معنا جدد هنا العجينة ديالي حليتها رقيقة لبنات من بعض نطبع بهذا المول شوية كبير وعندي واحد صغير منه اه نطبع بهذا الطريقة ونزيد نطبع بصغير حاكذا باش ندير الفتحة في الوسط هنا لبنات العجينة ديالي تاع يعني ليفولوفون حليتها ليفولوفون تواعي عالين بززاف انا منحبهم شكي يكونوا عالين اه حليتها رقيقة انتو ما ولا حبيتو اه تديروهم عالين حلوهم شوية خشين هادوك يعني هاديك العجينة حلوها شوية خشينة اه من بعد رايح نحط اه الكوش ديالي من الفوق بالبيت لازم يتلاسقوا بالبيت بهذا الطريقة يعني درت واحدة اه تخوا كوش والاخرى دو كوش بالنسبة العجينة اللي بقت لي رايح نطويها لبنات ما رايحاش نعجنها هاكذا باش كنحلها تجيني مورقة مرة اخرى اه نكمل بهذا الطريقة حتى نخلص كامل ليفولوفون تواعي من بعد رايحة ندهنهم بشوية يعني البيت من فوق هاكذا باش ياخدوا لي تحميرة شابة وندخلهم للفرن درجات الحرارة ميتين وعشرين درجة في نفس المقلة اللي درت فيها اه يعني الحشوة تاع البوريك يعني ما غصلتها ما ولو حتي تمغير فاتح الزبدة الدوب من بعد رايحة نضيف الكمية تاع الجاج اه مقطع عرقيق يعني قطعته قطع عرقيقة هذي هي نزيد الملح ونزيد فصوص تاعتهم رايحة نسكرفج اه اه ثلاثة ولا اربعة فصوص تاعتهم كما لكم بتشوفو ونزيد كمية يعني رشة تاع الفلفل اللي كحل ونقلي الجاج تاعي حتى ياخد لي تحميرة هذيك الشابة يعني حتي يتيب تماما من بعد في الاخير رايحة نضيف له كمية مليحة تاع المعدنوس ونزيد الجبن الطري الجبن لطلاء هذو كلي تريو بها الخبز لأولاد يعني انتو ما تقدروا تعاوضوا الجبن هذا اه بلا كخام فخش يعني اللي كي ما تحبوا يعني كل واحد وذوق ديالو انا درت اه لا محك هذي لا فاشكي غي هذي هي نخلط اه يعني هنا رحت بكلش يعني نخلط غير شوية اه الجبن ديالي مع الجاج ونطفيلو هنا البنات اللي فولوفون التوعيين بعد ما طابوا لي كي ما لكم تشوفو تحمروه من تحت وزيدو من الفوق يعني انا كي ما قلت لكم نحبوهم شوية يعني اه قصار هكذا باش يقدر واحد ياكلهم من بعد رح نعمرهم بالحش ولي حضرناه مع بعض تاع اه الجاج بالجب هنا عندي جبن مبشور اه رح نعمر اه اللي فولوفون التوعي بهادك الحش ولي درناه بهاد طريقة ونزيد الكمية تاع الجبن المبشور من الفوق ونزينو بورقة تاع المعدنوس يعطيلو اه شكل بزا في شباب هذا هو اللي فولوفون التوعي رح نرافقهم كي ما قلت لكم مع طاجين الزيتون التاعي تقدروا تقدموهم مع طاجين زيتون كي ما تقدروا تقدموهم وحدهم كمملحات يعني كل واحد والذوق ديالو بالنسبة لبنات اه للخبز درت المطلوع خبيزات تاع المطلوع اه باسميد المتوسط يعني هاد الطريقة بدون عجل ان شاء الله رايحة نشارك معاكم الوصفة اللي تحب تكتب لي يعني في التعليقات اللي تحب الوصفة تاع المطلوع اه يعني باسميد المتوسط اه هنا درت اه الخبيزات ديالو لي بهذه الطريقة ودرتهم في سميد اه المتوسط ثاني هاكذا باش ما يلسقوش معانا ويعطي لي يعني اه القرمشة هاديك من الفوق تاع اه المطلوع هاكذا شكلتهم بهذه الطريقة من بعض راحة اه يعني اه نبسطهم بهذه الطريقة ونغطيهم ونخليهم يختمروا اه اه هنا بعد ما اختمر الخبز التاعي راني انطيب فيه يعني وحده وحده كما لكم تشوفو اه يعني نروحو غير بشوية بشوية حتى نخلصو كامل اطباق التوعنا من يعني من زربوش نروحو كما قلت لكم ننوضو بكري ونخلصو بكري انا الستة كل شواجد الشربة اه اه طفيت لها ودرت لها شوية حشيش وطبق الرئيسي زينته ونحيت اه الجاج ديالي في للمول سيليكون وزينته الطبق ديالي البوراك قليتو درت الفلفات درتين بتيت سالات اكضا اخفيفة وكل الشرح واجد ان شاء الله البنات انتلاقاوا في الطاويلة التقديم ان شاء الله هذه البنات طويلة تاعي تعلق افطان ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله شاهدكم البنات في الجنة اه يعني اه اطباق اقتصادية بصدر دجاج درت اه طبقين درت ليفولوفان ودرت طبق الرئيسي الشربة ديالين بعد ما طبط درت لها شوية حشيش من فوق ودرت البوراك داعي باللحم المفروم والبيت اه يعني على طريقة الاصلية ودرت طاجين الزيتون بالوريدات تاع الجاج كي ماراكم تشوفو بزاف بزاف شباب وبنين تاني اه يعني طبق خفيف ضريف كي مع لبلكم مع ربضان ما ناكلوش بزاف اه هذي ايا وليفولوفان التوعي ثاني قدمتهم مع طبق اه 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 الزيتون قدامو ودبت اه الفلفل المشوي بالطوماتيش اه والتمر بها السوق لازم يكون والحاجة المخصوصة هنا لبنات هو الطاجين الحلو ما درتوش في هاد اليوم درتو غضوه من دك من بعد رحا تشوفوه يعني معايا رحا نشارك معاكم اه طويلة واحد اخرى ان شاء الله هذي هي لا صالة الدياليخ في فاضريفا ما فيهاش بزاف حوايت يعني اه يعني الاطباق اقتصادية بصدر دجاج درت اه وصفتين نيفولوفان وتاجين زيتون حاجة شوية شوية هكذا ونكبلو يومنا ان شاء الله نشاهدكم البنات في الجنة سيامكم في الجنة ان شاء الله حبيباتي اه صحفت لكم مبقى لي غنق لكم لاعجبكم الفيديو بردجة وما احببكم ومصحبكم ما تنسونيش في اللايكاتكم وتعليقاتكم الرائعة للموت عليها وإلى الملتقى مع فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا